طيب سؤالي القادم ليك يخص مستقبل روجيرو ميكالي كثير من الأنباء في الإعلام المصري حول الخطوة القادمة لميكالي ميكالي أصبح له شعبية كبيرة ما بين الجماهير المصرية ونأمل دائماً وأبداً أن يبقى في كرة القدم المصرية هل تواصل معه اتحاد الكرة؟ تواصل معك اتحاد الكرة حول مستقبل ميكالي سواء مع منتخب مصر الشباب أو مع أي منتخب آخر؟ لا حتى الآن لا اتصالات تركيزنا الآن على الفريق المصري وعلى الحاضر لا حديثة عن المستقبل ولا حديثة عن أي شيء خص القادمة ننتظر العودة ربما لكي نتحدث عن المستقبل الآن التركيز على المباراة المتبقية لنا وثم العودة إلى الديار ثم لكل مقام النقال طيب بعيداً عن المستقبل هل ميكالي سعيد بالتواجد في مصر سعيد في التواجد مع كرة القدم المصرية؟ ولا يفكر بانتهاء مشواره مع كرة القدم المصرية بعد نهاية الأولمبيات؟ أكيد ده متاح وأكيد اتكلم معك فيه كما قلت لكم هو في حالة حب مع الشعب المصري وهو سعيد جداً بهؤلاء اللاعبين سعيد جداً بأداء واجباته في مصر ولكن لا حديثة عن المستقبل لا تخمينات يمكن أن نطلبها الحديثة الآن فقط عن الحاضر ولكن الحديثة سوف يضر بعد أن يؤدي أفضل ما لديه وبعد أن تنتهي مهمته هنا في باريس قبل ذلك لا حديثة عن المستقبل على الإطلاق اختيار محمد النيني لقائمة المنتخب الأولمبي وهو قائد رائع جداً للمنتخب الأولمبي هل محمد النيني كان في بداية أولويات روجيرو ميكالي في اختياراته للعبين الكبار مع المنتخب الأولمبي أم جاء متأخراً؟ لا يمكنني أن أتحدث الكثير عن هذه الأمور لأنني لست أنا معنياً بالاختيارات إذن أنا لست مؤهلاً أن أخبرك هل كان ذلك مبكراً أم متأخراً؟ هذا ليس من اختصاصي إجابة مثالية واحترافية جداً ولكن سألتك بمنطق أنك مقرب مؤكد من روجيرو ميكالي عموماً إحنا سعداء بيك جداً مشجعاً لمصر في هذه المبروة وهذه الأولمبيات نسعد بيك ونسعد بالتأكيد بروجيرو ميكالي مديراً فنية لمنتخبنا الوطني الأولمبي بشكل شخصي أبلغك أنه أتمنى أن روجيرو ميكالي يكون مكمل معنا في كرة القدم المصرية مدرب كفء وكبير كل شيء ممكن ولكن الشيء الوحيد الذي نركز عليه الآن هو أن ننهي هذه المهمة بأفضل ميلادين وأن نعود بمديريا ستكون الأولى لمصر إن شاء الله